دخلت الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات حيز التنفيذ اليوم بإعلان القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى لحين إنهاء عمليات التصويت وقالت الشرطة الاتحادية إن تشكيلات من الجيش والشرطة انتشرت بكثافة في مختلف مناطق البلاد وإن هذا الانتشار سيتركز عند مداخل ومخارج المدن وفي محيط مراكز الاقتراع الشرطة أيضا أشارت إلى تأهب طيران الجيش للمشاركة في الخطة الأمنية التي ستزداد إجراءاتها كلما اقترب موعد الاقتراع لافتة إلى وجود تنسيق عال بين جميع صنوف القوات العراقية المشتركة في الخطة وبينت الشرطة الاتحادية أنها شددت إجراءات الدخول إلى العاصمة بغداد في جميع مداخلها فضلا عن نصب نقاط تفتيش مؤقتة في شوارع المدينة